ماذا يحدث مع الميت عندما يوضع في قبره وما هي الأشياء التي سيراها في القبر وما هو السؤال الذي سيسأل عنه في قبره بعد أن تجلسه الملائكة حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة للأسف للأسف الشديد الآن أصبح حالنا أننا نفكر في كل شيء باستثناء أهم شيء البيت الذي سننتهي إليه بعد انقضاء أجلنا من هذه الدنيا أحدنا إذا سكن في بيت لمدة أو في فندق لمدة ثلاثة أيام يجلس ربما أيام قبله ليفكر ماذا سيأخذ معه وما هو مقدار الراحة في هذا الفندق هل في إنترنت هل هناك خدمات معينة هل 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 وهي أيام طيب ما بالك بالبيت الذي ستبقى فيه بعد موتك إلى يوم القيامة ألا تفكر ماذا تأخذ معك ماذا سيحدث معك ماذا سترى في هذا البيت ما هو السؤال الذي سيوجه إليك أنا اليوم أخي الحبيب سأعطيك الإجابة من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا حائرين أخبرنا بكل شيء ومن جملة ما أخبرنا به ماذا سيكون حالنا في القبر طيب نحن عندما يموت الميت ونضعه في القبر ونمشي ألا نفكر أن هذا الإنسان كان بيننا يلعب ويضحك ويمشي ويأكل ويشرب ويفكر ولديه طموحات وعنده أعمال وعنده علاقات طيب هل الموت يعني النهاية ينتهى كل شيء أم هناك حياة جديدة سيبدأها ماذا يوجد فيها ينبغي أن نفكر أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه الميت يسمع قرع نعال الناس عندما يتولون عنه فقط أريدك أن تفكر لحظة بهذا الموقف أنت الآن في قوتك وفي تعيش حياة مطمئنة وربما إذا كان لديك منصب أو مال أو ميزات هناك من يطمح أن يتعرف عليك أو يلتقي معك هناك من يحبك هناك من يحرص عليك من أولادك من أهلك أقاربك أصدقائك تتخيل تلك اللحظة حيث يبتعد كل الناس عنك كلهم لا يبقى معك شيء وتسمع وتسمع قرع نعالهم عندما يضربون بأقدامهم على الأرض وهم يمشون أنت تسمع هذه الخفقة أو هذه الضربة الآن النبي عليه الصلاة والسلام صور لنا احتمالين الاحتمال الأول أن يكون هذا العبد مؤمنا أو كافرا يعني أن يكون من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله انظر إلى هذا التعبير رائع جدا الصلاة تكون عند رأسك هنا تحفظك من الحساب من سوء الحساب الصيام عن يمينك والصدق والزكاة عن شمالك وفعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس هذه الأشياء تكون عند رجليه رجليه المتوفى إذن نكرر أخي الحبيب لنفهم الصلاة رقم واحد عند رأسك الصيام على يمينك والزكاة عن يسارك وأعمال البر من صلة رحم من بر الوالدين الإحسان للناس قول المعروف مساعدة الناس حب الخير للناس هذه عند رجليك فيه فيه فيأتى من قبل رأسه تأتي الملائكة ملائكة الحساب حياة القبر أيها الأحبة ليست فارغة ليست خالية فيها حساب وفيها نعيم أو عذاب ولا ياذب الله فيها أعمال بنص القرآن يعني نحن لا نتحدث من الناس من ينكر هذه الأحاديث ولكن القرآن يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين هذه أليست الرزق أليست عمل الفرحة أليست عمل يستبشرون يعني هناك أعمال يقوم بها الألميت إذا كان من الشهداء من الصالحين فيأتى يأتي الملك من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل يعني الصلاة تظلل رأسك وأنت في القبر هل هناك إحساس أجمل من هذا الصلاة التي أنت تؤديها تكون ظل لك نور لك في القبر طبعا الملك يأتي عن يمينه فالصيام يقول له نفس الكلام يأتي عن شماله الزكاة تقول له نفس الكلام يأتي من قبل رجلي أعمال البر والصلاة والمعروف والإحسان للناس تقول له نفس الكلام أخيرا فيقال له اجلس فيجلس طبعا هذا الكلام الملك لا يخاطب خلايا ميتة ستتحول إلى ترب يخاطب النفس التي توفاها الله النفس التي ماتت وموت النفس لا يعني فناؤها الموت هو الانتقال من حالة إلى حالة فقط من منزلة إلى منزلة من دار إلى دار هذا هو الموت عندما نقول فلان مات لا يعني أنه أفني الذي يفنى هذا الجسد هذه الخلايا تتبخر الماء فيها تعود لعناصرها لعناصرها الأولية التراب والماء ولكن الذي يموت هو النفس موت النفس انتقال من مرحلة إلى مرحلة فهنا الميت يجلس بنفسه طبعا وليس بجسده فيسأل هذا السؤال طبعا السؤال هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذين بعض الناس يعني يستصغر ويستخف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به هنا طبعا الحديث طويل أنا أحاول أن أختصر أحبتي في الله طبعا هذا الميت ماذا يقول فيقول الميت طبعا محمد رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك ميت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال هذا مقعدك منها انظر إلى الفرح أن يفتح لك باب الجنة هذا من أول يوم في قبرك من أول لحظة فيزداد غبطة وسرورا طبعا موقف مفرح لا يحب العودة إلى الدنيا بعد أن رأى هذا النعيم ثم يفتح له باب من أبواب النار والعياذ بالله فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا واشتياقا للجنة طبعا ثم يفسح له في قبره سبعون ذرعا وينور له فيه المهم أيها الأحبة لا أريد أن أطيل عليكم عكس هذا الموقف يحدث مع الكافر مع تارك الصلاة يأتي الملك من قبل رأسه لا يجد شيئا لا يجد صلاة ولا صيام عن يمينه ولا زكاة عن شمالي ولا أعمال بر من عند رجليه وعندما يجلسه الملك نفس السؤال فيقول لا أدري طبعا الله يختم على لسانه وعلى قلبه في هذه اللحظة فيفتح له باب من أبواب النار يقال له هذا مقعدك من النار ولا يعد بالله انظر إلى الحسرة إلى الندامة ولكن هذه حسرة صغيرة أمام الحسرة التالية عندما يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا أو ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيه لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلعه فتلك المعيشة الضنكة قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا وفي القبر ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ملخص هذا اللقاء أخي الحبيب يجب أن تفكر ببناء بيتك في القبر يجب أن تفكر ماذا ستأخذ معك كيف ستنور هذا البيت كيف ستجعل ستجعل إقامتك فيه مليئة بالراحة والسرور مليئة بالفرح كيف ستنظر إلى مقعدك من الجنة وأنت في القبر كيف ستحمد الله أنه هداك للإسلام هذه أشياء أخي الحبيب والله يعني الذي يفكر فيها يزداد سعادة في الدنيا عندما تفكر بهذه الطريقة التي كان يفكر بها النبي عليه الصلاة والسلام صدقني ستنسى هموم الدنيا أكبر هم على الإطلاق لا يساوي ذر أمام نزول القبر كل أطماع الدنيا وشهوات الدنيا وزينة هذه الدنيا وكل الإغراءات التي تتعرض لها في الدنيا لا تساوي أول ثانية عندما يفتح لك باب أبواب النار ويقال لك هذا مقعدك من النار ولا ياذب الله الدنيا لا تساوي شيئا أيها الأحبة ولكن نحن نستخدم الدنيا للوصول للآخرة نعيش في هذه الدنيا لنصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى فلذلك أكثروا من ذكر هادم اللذات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من ذكر الموت وكل يوم الإنسان العاقل كل يوم يجب أن يفكر بهذا تخيل نفسك إذا أردت أن تنتقل من بيت لآخر ستنتقل بعد سنة إلى بيت جديد فاره فيه قصر وأنت الآن تعيش حياتك عيسة جدا فيها الضيق والذل والظلم والقلة وقلة الرزق وأمامك قصر ستنتقل إليه كل يوم ستحلم فيه كل يوم ستفكر فيه فلذلك حياة القبر أخي الحبيب حياة جميلة جدا ليست سيئة ليست يعني مرعبة بالنسبة للمؤمن ولكن بالنسبة للكافر بالنسبة للجاحد بالنسبة للغافل عن الله سبحانه وتعالى ستكون حياته كلها حسرة وثبور وألم واكتئاب والعياذ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة ونقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق